الخدس مدينة السلام لكنها محور توتر النأي يلوح في الأفق بين برلين وتل أبيب المسؤولون الصهاين اتهموا السلطات الألمانية بأنها لم تساعد على أحباط قرار عده الكيان الصهيوني معادياً له في اللجنة الإدارية لليونيسكو حول القدسية ومقدساتها وزادوا على ذلك بأن ألمانيا دفعت بكل قوة لتواصل إلى تسوية تسمح لدول الاتحاد الأوروبية بعدم التصويت ضد القرار فيما أوصل التوتر الأمور إلى حد إلغاء رئيس الوزراء الصهيوني بن يمينة يهو لقاءاً كان مبرمجاً مع وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريال وصحيح أن القرار الذي من المقرر أن تتخذه اليونيسكو الثلاثاء قد تم تخفيفه عن قرار سابق يتجاهل الرابط بين الحرم القدسي واليهود مقابلة تطرقه إلى علاقة الأقصى والحرم الشريف بالمسلمين إلا أنه بالنسبة للكيان الصهيوني لا يزال غير مرضي عنها لأنه يعتبر الكيان الصهيوني خوة محتلة في كل ما يتعلق بالقدس ولا يعترف بضم القدس الشرقية إليها وينتقد بشدة قيامه بإجراء الحفريات في القدس الشرقية ومحيط البلدة القديمة نهيكا عما يقوم به الكيان الغاصب من سياسات عدوانية تجاه الحرم الإبراهيمي وفي قبر رحيل ببيت لحم وسياسات أخرى فاقمت الأوضاع في قطع غزة لكن الأزمة الأكبر بالنسبة للكيان الصهيوني هي الاتفاق الألماني العربي حول القرار حيث تمكنت ألمانيا من إقناع العربي بتخفيف حدة القرار عن سابقها ليكون مقبولا لدى جميع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اليونيسكو وعددها 11 وتلك هي طامة التي حادت بأحد الديبلوماسيين الصهاين للقول إن قدرتنا على استخدام ألمانيا لكي تساعدنا لم تعد واردة الآن ترجمة نانسي قنع